اشتركوا في القناة اخلاق المصري القديم مكتوبة على الاحجار من الموضوع الثاني سكان النيل من المحور الثالث كيف يعمل العالم قبل ما نروح للدرس يا ابطال ناخد الانشطة التمهيدية نشاط بيقول لنا فكر ارسم دائرة حول صفات الشخص الصالح الشخص الصالح يا ابطال هو الشخص المحبوب الذي يتصف بالاخلاق طيبة المحمودة لذلك يحبه الناس معنا مجموعة صفات هل هي ممكن تتوفر في الشخص الصالح اللي بيتوفر في الشخص الصالح وموجودة فيه هنعمل عليها دائرة اما الصفات السيئة الغير طيبة دي اكيد طبعا مش من صفات الشخص الصالح اول حاجة يحترم الكبير الشخص الصالح يحترم الكبير نعم تمام نعمل دائرة يسرق الانسان الصالح هل هو يسرق؟ طبعا لا لان السرقة من الاخلاق الخبيثة متعاون الشخص الصالح تمام احسنتم متعاون مع اصدقائه ومع جيرانه ومع اهله كاذب هل الكاذب صفة طيبة وصفة صالحة؟ لا طبعا يعطف على الصغير العطف على الصغير من صفات الشخص الصالح يشارك أصدقائه يعني بيتعاون معهم يشترك معهم اكيد طبعا من صفات الشخص الصالح النشاط الثاني اقرأ واكتشف معانا مبموعة كلمات زي يوسي الشقاء كست لوثت طبعا الكلمات دي هنجدها داخل الدرس عارفين ان احنا بنقرأ الدرس في البداية فلازم نعرف المعاني الصعبة اللي ممكن تقبلنا لان لو فهمناها وعرفنا معانيها اكيد هنقدر نفهم الدرس بنعرف الكلمة زي ابطال من خلال الجملة اللي موجودة فيها وايضا من خلال الصور انصح صديقي عندما يسيء التصرف انصح صديقي عندما يسيء كلمة يسيء معناها ايه التعب يسيء معناها جعلته غير نظيف ولا يسيء يفعل فعلا سيئا ولا يسيء البست يسيء معناها يفعل فعلا سيئا تتحمل أمي كثيرا من الشقاء لأجلنا الشقاء معناها ايه التعب جعلته غير نظيف ألبست كثيرا من التعب تمام كست الأم طفلها نشوف الأم عملت إيه كست يعني تمام ألبست لوثت الطفلة الماء بالألوان الطفلة عملت إيه بالألوان لوثت الماء يعني جعلته غير نظيف يبقى يسيء يفعل فعلا سيئا الشطاء التعب كست ألبست لوثت جعلته غير نظيف يلا مع بعض نقرأ الدرس ناخد بالنا يا ابطال من الكلمات كويس جدا وإحنا عرفنا معانيها ونحاول نفهم الدرس لأننا هنجاوب على أنشط الفهم القرائي مباشرة بعد قراءة الدرس أخلاق المصري القديم مكتوبة على الأحجار لم أكذب لم أسرق لم أملأ قلبي كرها لم أسئ معاملة الناس لم أسبب ألما لأحد لم أكن سببا في دموعي إنسان لم أكن سببا في شقائي حيوان لم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء أطعمت الجائعة ورويت العطشانة وكسوت العريانة لم ألوث ماء النيل ملأت قلبي بالحق والعدل ومكتوب على الأحجار يا أبطال أحجار اللي وجدناها في المعابد وفي الآثار القديمة الكلام ده كان مكتوب ودي طبعا الكلمات دي والدرس بيبين أخلاق المصري القديم إزاي كان بيتعامل مع الإنسان إزاي كان بيتعامل مع الحيوان إزاي كان بيتعامل مع النبات كلها دي صفات صالحة ولا خبيثة يا أبطال طبعا كلها صفات صالحة يلا نروح لأنشطة الفهم القرائي اقرأ الجمل وضع علامة صح أو خطأ واحد كان المصري القديم صادقا في حديثه هل أنت فهمت الكلام ده من الدرس؟ تمام أحسنتم الإجابة صحيحة ليه لأنه كان بيقول لم أكذب اتنين كان المصري القديم يحسن معاملة الناس يلا مين هيجاوب يا أبطال؟ المصر القديم تمام كان يحسن معاملة الناس كان قلب المصري القديم مليئا بالكره هل أنت فهمت من الدرس أن قلب المصر القديم مليئ يعني مليئا كره لا طبعا ده قال لنا إيه؟ أن قلبه مليئ بالحب يبقى إجابة خاطئة نشاط جيم اقرأ النص ثانية واستخرج جملا تدل على أن المصري القديم يعني عايزك تستخرج من الدرس جمل الجمل دي بتدل على يحسن معاملة الإنسان يلا بطل افتح كتابك واستخرج من الدرس جملة بتعبر على أن المصري القديم كان يحسن معاملة الإنسان فين هي ترى؟ لم أسئ معاملة الناس اتنين يحسن معاملة الحيوان فين الجملة اللي كانت بتكلم على الحيوان؟ لم أكن سببا في شقاء حيوان دي طبعا بتعبر على أن المصري القديم يحسن معاملة الحيوان ما كانش بسبب أي تعب للحيوان ثلاثة يهتم بالنبات يهتم بالنبات لم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء أربعة يحافظ على البيئة لم ألوث ماء النيل نروح يا ابطال لشرح الدرس أخلاق المصري القديم مكتوبة على الأحجار نبدأ الأول بالمراضف هنا بقول إيه لم أجذب لم أسرق لم أملأ قلبي كرها دي كلها صفات معاملات المصري القديم للناس لم أسق ما معنى أسق؟ قلنا معناها إيه؟ أسق أفعل فعلا سيئا يبقى كلمة أسق معناها أفعل سيئا لم أسبب ألما لأحد لم أكن سببا في دموع إنسان لم أكن سببا في شقاء شقاء عرفنا معناها إيه؟ شقاء معناها تعب لم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء أطعمت الجائع ورويت العطشان كلمة رويته معناها إيه؟ ورويت العطشان رويت معناها سقيت إبقى سقيت العطشان وكسوت كسوت البست لم ألوث ماء النيل ألوث معناها إيه؟ أجعله غير نظيف نروح بعد كده للمضاد عندي مثلا كلمة إيه؟ أجذب مضادها إيه؟ أصدق تمام كلمة كرهن لم أملأ قلبي كرهن كرهن مضادها حبا العدل تشوف هنا في الآخر بقول إيه؟ ملأت قلبي بالحق والعدل العدل مضادها الظلم المفرد يا أبطال كلمة قلب جمعها قلوب سبب لم أكن سببا في دموع إنسان سبب جمعها إيه؟ أسباب حيوان نحن قلنا المفرد ما يدل على واحد حيوان مفرد جمعها حيوانات نبات نبات مفرد جمعها نباتات كلمة ماء مفرد تدل على واحد جمعها مياه يلا نروح يا أبطال لسؤال وجواب السؤال الأول بيقول لك اذكر بعض صفات المصري القديم صفات المصري القديم يلا مين هيستخرج معايا؟ طبعا الدرس كله صفات للمصر القديم صفات محمودة ولا صفات مذمومة وسيئة طبعا صفات محمودة في البداية قال لنا إيه؟ لم أجذب يبقى بعض الصفات أنه لا يجذب لم أسرق يبقى لا يسرق بعد كده قال لنا لم أملأ قلبي كرها يعني لا يكره أحد يبقى صفات المصري القديم لا يجذب لا يسرق لا يكره كيف كانت معاملة المصري الحيوان المصر القديم كان بيعمل الحيوان إزاي؟ يلا نشوف الفقرة بتكلم عن معاملة الحيوان بقول إيه؟ لم أكن سببا في شقاء حيوان لا يسبب شقاء للحيوان سؤالي بعد كده كيف يحسن المصري معاملة النبات؟ فين الفقرة بتتكلم عن النبات؟ يقول لنا إيه؟ لم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه مان؟ إحنا بقى نقولها إزاي؟ بأن يسقيه ويرعاه يبقى معاملة المصري القديم للنبات كان يسقيه ويرعاه عدم سقي النبات ورعايته تسبب إيه؟ عذابا للنبات يدبل النبات ويموت كيف نحافظ على النيل؟ هنعمل إيه للنيل يا أبطال؟ لا نلوثه بعد كده بما يمتلق قلب المصري؟ قلب المصري بيمتلق بإيه؟ بالحق والعدل بالحق والعدل يبقى المصر كله يا أبطال بيتحدث عن إخلاق المصري القديم قال لنا أنه لا يكذب ولا يسرق ولا يكره أحد يحسن معاملة الجميع بداية من الناس فلا يسبب ألما لأحد ولا يسبب دموع لإنسان يعني ما كانش بيخلي إنسان يبكي ما كانش بيسبب الألم والوجع لأحد من الناس إيه كمان ده مش كان بس بيحسن معاملة الإنسان لأن ده كان بيحسن معاملة مين؟ الحيوان ويحسن معاملة النبات كان بيعامل الجميع إزاي؟ كان يطعم الجائع يروي يعني يسقي العطشان يكسو العريان يعني لو وجد حد فقير يلبسه ويعطيه من كسوته يعني ثيابه زيادة على كده إنه ما كانش يلوث ماء النيل يعني كان يحافظ على البيئة قلب الإنسان اللي بيحتلق كل هذه الصفات أكيد طبعا قلبه مليء بالحق والعدل إحنا طبعا لازم نتعلم صفات هذه الصفات الجميلة من المصري القديم فنحسن معاملة الناس نحسن معاملة الحيوان نحسن معاملة النبات نحافظ على البيئة لابد أن يتمتلق قلوبنا بالحق والعدل نروح للأنشطة هنا بيقول لي استخدم الكلمات في نصح صديقك عندي كلمة تغضب تسئ تلوث واحد طفل يسيء التصرف مع أخيه طفل يا بطال بيسيء التصرف مع أخيه أنت عايز تنهيه عن الفعل ده هتقول له إيه هتقول له لا تسئ التصرف مع أخيك طيب اتنين صديقك يشعر بالغضب من جاري عايزك تنهيه وتطلب منه أنه ينتنع من هذا الفعل هتقول له إيه لا تغضب من جارك لا تغضب من جارك تلاتة رأيت تصديقا يلوث ومياها النيل يا طرأ تقول له إيه يا بطل لا تلوث مياها النيل عايزك تلاحظ التلات جمل دول لا تسئ لا تغضب لا تلوث كل الجمل دي أبطال جاء فأولها إيه لا لا دي بنسميها لا الناهية لا الناهية يعني لا دي بتنهيك أنك تفعل شيء هذا الشيء قد يكون سيء لا تسئ لا تغضب لا تلوث لو لاحظنا أن لا جاء بعدها فعل مضارع جاء بعدها إيه فعل مضارع ولما نجد لا زائد فعل مضارع والكلام موجه لك ويريد منك الامتناع عن فعل هذا الشيء بنسميه أسلوب نهية بنسميه يا بطال أسلوب نهية نشوف النشاط اللي بعد كده لاحظ واكتشف ارسم دائرة حول الصورة الصحيحة لم يضع الولد الزجاجة في سلة القمامة لاحظ كده معي هنا بقول ايه لم يضع يعني ما عملش فين الصورة اللي بتدل على الجملة دي هنا الطفل عمل ايه رمز زجاجة على الأرض لكن هنا الطفل يضع الزجاجة في سلة القمامة يبقى الجملة دي بتعبر عن الصورة الأولى ولا الصورة التانية الصورة الأولى طبعا انت لاحظت ايه ان الطفل لم يقم بهذا العمل اتنين لم تأكل البنت الموزة لاحظ الصورة الأولى فين الموز مفيش موز إذن البنت أكلت الموز من الطبق لكن الصورة دي إيه اللي حصل بنت أكلت التفاح ولم تأكل الموز يبقى الجملة دي بتعبر على الصورة الأولى ولا الصورة الثانية لم تأكل يعني ما عملتش فين الصورة اللي بتبين لنا إن الطفلة ما عملتش الصورة الثانية تمام لن تذهب البنت إلى المدرسة الصورة الأولى ولا الصورة الثانية الصورة الأولى البنت امتدت ملابس وزي المدرسة لكن الصورة التانية هنا إيه البنت مريضة في الفراش هتروح المدرسة لا ما هتروحش يبقى إذن مش هتعمل العمل لن تذهب البنت إلى المدرسة إيه اللي احنا بنتكلم فيه ده يا ابطال هنلاحظ أن كل الجمل هنا إيه لم يضع لم تأكل لن تذهب الجمل دي أولها لم وأولها لن لم ولن بنسميهم أدوات نافية بنسميهم إيه أدوات نافية يبقى اللي احنا بنتكلم عنه يا ابطال اسمه أسلوب النافية أسلوب النافية ودرس أسلوب النافية ومعاه أسلوب النافية اللي احنا تكلمنا عليه في النشاط السابق هنجده مشروع في فيديو داخل القناة أسلوب النافية إيه اللي احنا فهمنا هو التعبير عن عدم فعل الشيء نقول تاني هو التعبير عن عدم فعل الشيء يبقى لو قرأت جملة وفهمت منها إن الفعل ده ما حصلش يبقى إذن ده أسلوب إيه أسلوب نافية مما يتكون أسلوب النفي نلاحظ أن أسلوب النفي بتكون من حكتين أداة نافية زائد فعل مضارع جملة الثانية أداة نافية زائد فعل مضارع جملة الثالثة أداة نافية زائد فعل مضارع طيب إيه هي أدوات النفي اللي أنت لحظتها في النشاط عندي هنا أدتين لم ولن لم ولن نشوف كده فهمنا ولا لقيت درس لاحظوا تعلم ظل الأدوات النفية لم هل هي أدوات نفية أحسنتم تمام أداة نفية أنا أداة نفية أنا دي شفناها فين يا أبطال أنا ضمير متكلم مش أداة نفية فيه هل هي أداة نفية لا طبعا هذا هذا اسم إشارة لن نعم أداة نفية هنا هل هي أداة نفية لا طبعا التي خدناها من الأسماء الموصولة نحن خدناها في ضمائر متكلم لا دي من أدوات إيه من أدوات النفية طبعا أحيانا يا أبطال بنستخدم لا في أسلوب النفية لكن المقرر علينا لم ولن نشاط با استغر الجمل المنفية واكتبها الجمل اللي تعبر عن الفعل ده ما تعملش إحنا هنكتبه هنا على النقط ذهب أحمد إلى المدرسة وفي حصة الرسمي اكتشف أنه لم يحضر الألوان فطلب من صديقه بعض الألوان فقال له لن أعطيك الألوان إلا بشرط أن تعدني بالحفاظ عليها فرد أحمد وقال أعدك لن أكسرها وسأحافظ عليها وسأحافظ عليها نقرأ تاني أبطال وانسخر الجمل المنفية الجمل المنفية الجمل المنفية اللي هي أسلوب نفية ذهب أحمد إلى المدرسة وفي حصة الرسم اكتشف أنه لم يحضر الألوان يعني ما عملش الفعل ده لم يحضر الألوان فطلب من صديقه بعض الألوان فقال له لن أعطيك الألوان جملة منفية نعم أسلوب نفية إلا بشرط أن تعدني بالحفاظ عليها فرد أحمد وقال أعدك لن أكسرها وسأحافظ عليها جملة الأخيرة أي لن أكسرها نشاط جيم إن في الجمل الآتية مستخدما لم يسجل اللاعب الهدف اللاعب هنا سجل الهدف طيب أنا عايزك تعبر عن إن اللاعب ما عملش الفعل ده هنحولها الأسلوب نفية هنبدأ بإيه هنبدأ بلم لم يسجل اللاعب الهدف يأكل الطفل كل طعامه الطفل بيافع للعمل ده عايزين نقول إنه ما بيعملوش هنقول إيه لم يأكل الطفل كل طعامه تمطر السماء عايزين ننفيها يعني حوالي الأسلوب نفي أن نستخدم أداة النفي إيه؟ أنا بقول لك استخدم لم يبقول لم تمطر السماء وإلى هنا نصل أنهية الدرس أسأل الله تعالى أن تكونوا استفدتم من الشرح إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا في قناة التعليم الجديد وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة واضغطوا إعجابا وتعليقا دعما للقناة وإلى أن ألتقي بكم في درس آخر دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة